تضافر الجهود للجميع إشكالية غير بيادة هيئة معينة أو قطع وزاري معينة أو جماعة أورابية معينة إنما هي إشكالية للجميع والتي تحتم علينا لكي نعمل بسيطة متناسطة لكي يكون لديهم أموراً لكي يرمجوا الناس لكنهم يرمجوا بالمظور إذا أخذنا التجارب التي كانت في المنطقة لإنشاء السكن وتوجيه العائلات التي كانت مساكنين في السكن غير لائع وتوجيه أماكن الجديدة وإنشاء وإنشاء الأمور وإنشاء الأمور وتوجد عائلات ، وإنشاء الأمور ولكن أنا أريد أن تسألوا ما هو الظروف العائش في الوحيد؟ هذه هي الأحياء الجددة هذه هي الظروف العائش لايئة وحاولة لديه ان الناس ما يفكر لا يبقى غير مطاعب ... وتفكر في الحياة العباء ... غير ظروف المعيشات ... و يفكر في الظروف الدروس ... يظهر الكثير من المشأة الصحية ... و يظهر الكثير من الآخرين ... يظهر الكثير من الكريفات سيعطانها مجدداً و يكون وكان المشأة ومن الرئيس يجب آخرين ؟ ابن الخندون كان يستعمل كثيراً في كلمة العمران وكان يتكلم عن توصيف الظروف المعيشية في أماكن الحضرية أو أماكن البدو وانتي تتكلم عن توصيف الحياة المعيشية سمع العمران هي الطريقة للتعايوش من السكاة وكيف يملكون التجارة وكيف يعملون الأخرى هذا هو العمران بالفهم ابن الخندون ربما الناس الذين يسمونه هذه المؤسسة فهذه الكلمة العمران كان فيها أصلاً هذا الاهتمان في الظروف المعيشية ليس غير الظروف الساكان بالمفهوم المحدود إنما هو ظروف المعيشية بالمفهوم بالمفهوم ربما في تحت القوس مجموع يقول أن الاهتمان المستقبلي على الظروف المعيشية التي يجب علينا أن نأخذها بعيداً لا يمكن أن نشحه الله العمليات هي إعادة السكاة أو إسكاة للعائنات التي تعيش في الظروف السعب اضعها توجه. بقى هو ما أذكر انظمة أن ليس مثلاً على الظروف أو كرانا التوجه المستقبلي في العالم إسلام حينما يعتبرون على المدن أتoke المنزل التي سمعتبرون في المدن أين يعتبرون؟ أين يعتبرون مع محترفة العملية الشعبين ثم أليس يعتبرون أجل غير وكأنها توجد التوجه العالمي الذي سيبشيه إذا سنوجده بالنسبة للمستقبل الأماكن الحضارية المجال الحضاري يتحضر لكي يستقبل العدد من الملايين من المستقبل في نفس الوقت هذه الهتمامات جديدة لربما لم يكن هذه 40 سنة أو 30 سنة يستيبون أن أحضر معها لا يتمام الطاقة التي سنستهلك في هذه المدن وشهد البناء الذي كان بنيو وشهد طريقة للعيش وشهد البناء الذي يستعمل الطاقة طريقة للعيش إذا كنت أسكن هنا ونعمل هنا وخصني كل يوم سنستهلك حتى نستهلك الطاقة كل وقت سواء كانت ديوزيل أو الإسرانس أو الإلكترنت وشهد البناء إذن طريقة للعيش وشهد البناء كذلك استهلك الطاقة إذن كيف سوف نذكر كيف نضم حياتنا بين العمل والسكن والطافيء حتى العوامل يستهلك الطاقة لكي نستهلك الطاقة أكثر من ما نذكره في الوضع بالنسبة للبيئة بالنسبة للجماعات كذلك اهتمام كبير بهذه الميادين وتدخل كذلك في المجال الهتمام وحتى في البرامج سيدة رئيسة أو سيدة رئيس كذلك يمكن أن يقبلوا في البناء لكي يشتغلوا البداية فقط الوقت داباً ينهى هذه الوضعية التي هي أساسية لنسبة السنوات المقبلة ونسبة للجهاد تركيز المدينة ترجمة نانسي قنقر 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 شكرا